اليوم رحلة سفاري سنقيم به لأول مرة في هذه السنة بين التلوج أرجو أن تتابعون التقرير للنهاية الفيديو بها بعض الأشياء الجديدة التي دخلناها حتى تتعرفون على رحلة السفاري كيف تكون في جيرموك عندما نقول لكم رحلة سفاري بين التلوج نحن الآن نتوجه إلى ينابي المياه الحارة من خلال رحلة السفاري تابعوا الفيديو وإذا عجبك الفيديو اضغط اللايك وإذا عندك أي اقتراح اكتبنا اقتراحك قول أريدكم تصوروني المشهد الفلاني أريدكم تصوروني رحلة إلى المكان الفلاني ذكرون احتمال أكون أماكن سياحية أنا ما مصورها ما مغطيها أنا في نيتي في غايتي أن أغطي كافة الأماكن السياحية في جمهورية أرمينيا سواء كان السياحية التأريخية والدينية ذكرونا بالأماكن اللي يعجبكم تشوفوها تقبلوا تحيات صديقه حيك دانياد ترجمة نانسي قنقر 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 المترجم للقناة 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 قمنا في رحلة سفاري بين الثلوت وزرنا ينابيع المياه المعدنية وهذا الينبوع اللي بدأ يدفق المعدنية المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة